هذا وعالجت فرقة والبحث والتدخل البيارية تبع الأمن وليتي قسنطينة قضية تتمثل في تصوير شهادات طبية للحصول على أدوية ذات خصائص مؤثرة عقلياً حيث تم توقيف خمسة أشخاص تروح أعمارهم ما بين الخمسة والعشرين والثمانيون واربعين السنة العملية مكنت من استرجاع خمسة عشر شهادات طبية وبعض الأجهزة المستعملة في التصوير ليتم إنجاز ملف إجراء جزائي وتقديم المتهمين أمام نيابة المحلية المزيد في ميكروفون شمسة بدين ثامن عالجت فرقة البحث والتدخل لأمن وليتي قسنطينة خلال أسبوع الفارض قضية تتعلق بالتزوير والاستعمال المزور في محررات إدارية وصفات طبية قصد الحصول على أدوية ذات تأثير عقلي تكون من خمس أشخاص تصروح عمرهم بين خمسة وعشرين وثمانية وربعين سنة تم توقيفهم مع حجزة خمستاشة وصفة طبية مزورة ووسائل وأختام مستعملة في عمل الزواج